أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من علاقات متينة تستند إلى أسس راسخة من العمل المشترة نعم والتي تسعى المملكة لتعزيزها نحو أفاق أرحى بما ينعكس على مسار العلاقات الثنائية ويحقق تطلعات البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حيث نوه سموه بمستويات التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وأهمية تعزيزه على كافة الأصعدة معربا سموه عن أمله بمواصلة التعاون المثمر بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في إطار الاتفاقيات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات قوية تعود بالخير والنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تسهم في الوصول للمستهدفات الموضوعة للقمة بما يحقق التغيير المنشود في المناخ والوصول لجودة الحياة التي يطمح إليها الجميع مشيدا سموه بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب والاستجابة الفاعلة من الدول الشقيقة والصديقة والتي ستسهم مجتمعة في تحقيق الخير والنماء للمنطقة ومن جانبها عرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبدي سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية والدفع بها نحو أفق أو ساعة من العمل المشترك بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار